السلام خير وأهلا وسهلا بحضراتكم كل جماهير النادي الأهلي اللي بتابعنا وحلقة جديدة ولقاء جديد السادسة مسائل قبل ما أدخل في تفاصيل الحلقة خلوني أخد حضراتكم للحظة اللي بديت فيها أنا شخصيا أنا وزميل الحقيقة في قناة النادي الأهلي عملنا وانتمقنا لكيان النادي بشكل احترافي والحقيقة من اللحظة الأولى كان فيه تأكيد من كل القائمين والمسؤولين عن القناة أن هذه القناة وهذا المنبر الإعلامي جزء لا تجزأ من منظومة ومن كيان النادي الأهلي وكان الكلام وكان التركيز قبل الدخول في أي تفاصيل متعلقة بشكل المحطة وبنوع البرامج ومحتوى اللي هيقدمه لجمهور النادي الأهلي في كل مكان في الأرض كان المبدأ الأساسي ورئيسي هو الحفاظ والتمسك بقيم وثوابت وأخلاقيات ومبادئ النادي الأهلي وبتهيأ لي من اللحظة الأولى اللي ظهرنا فيها أنا وكل زميلي على الشاشة لغاية اللحظة اللي بكلم فيها حضراتكم ما أعتقدش أنه حضراتكم شفتوا أي خروج عن النص بأي شكل من الأشكال أنا مش بس بكلم على السادسة بكلم على كل برامج قناة النادي الأهلي ما أعتقدش أنه في أي لحظة من اللحظات حضراتكم شفتوا هجوم كان مبرر أو كان غير مبرر على أي حد لهجوم أو إساءة أو تجريح من أي نوع لشخص أو لكيان أو لنادي أو لجهما ولكن ده مش معناه أبدا أنه الأهلي ملوش حق الرد خصوصا لما يبقى فيه أقل ما يقال عنها أنها حملة ممنهجة أنا مش هقول لفظ مؤامرة وإن كانت طرقة الحقيقة إلى مصطلح ولفظ المؤامرة لكن لما يكون فيه حملة ممنهجة بتستهدف ضرب استقرار النادي وضرب مسيرته وبتستهدف إصارة جمهور وأعتقد أنه إحنا لنا حق الرد وده جزء أساسي من حلقة النهاردة من السادسة أرجو أن حضراتكم تتابعوها اشتركوا في القناة